قال صخر آه ماشي تحولو من حساب ناصيف لعابيري لحسابك قالت ها هو يقول صخر ناصيف ولد خراج لك ما بيناتكم حتى قاربة إذن علاش كان كيدوز لك الفلوس آه سني أنا غنقول لك وضع الشركة اللي تدهور كان بسبب التخلويد اللي دارتين تيوي اياه وفعلا الشركة فلسات وربحتو بجوش هو باغي بنت عمو وانتي باغي لفلوس من لي ما وصلش لها تجرأ واختفها المرة الليولى وحاولي اقتصبها وبفضل النفوذ وخرش وحيت هو حمار وما بغاش يفهم ارجع اخطف بنت عمو من وسط دارمو بمساعدتش حد أكيد وهيد الحد عارفة شكون هو اياك ماشي جيتي محبة في العروس او لا ملاكة تصبب عارق قالت ما عرفت علاش كتهضر سخر تربقي بدوه للطفلة وقال ماشي انتي اللي عاونتيهم باش يخطفوها شكون حل الباب اللوراني انا مثلا ملاكة تحرك لأصحابه ستيريا وقالت لا لا ماشي اهنا انا ما درتوالو قال السخر الحيوان فاقد الوعي حيتك لعزها ولكن المساعد ديالو قرب كل شي وفري على راسك الهدرة حيتغادت شرفينا ان شاء الله امير كيشوف الام ديالو بصدمة والهدرة مشات ليه وهو يقول سخر وموجهها درتوال امير عارف باللي مقر ما غاديش تفوتها وخاشنو الدير سير شدليها محامي ودير اللي عليك اما هي غادة تبقى معانا واحد المدة على الله توب هس سخرت تليفون وعيضها لرجالي جروها وهي كتغوت وتنفيذك شي شافت ولدها مفتوم من افعالها وهي دري التبكي وعلى فمها هيد شي درتوغير حلى قبلها وجا يوم جديد دخلات اشحة الشمس وانتشرات في ارجاء الغربة جاو معتدل وناسين داخل من البالكون كيلعب بالريدويات فتحات عينيها ببطء وشافت في الصقف اللي جاها مختالة دورات عينيها كتشوف هادي ماشي غرفة ديالها ناضت قافزة نزلات عينيها والقاترسها بقى بالقفطة شافت الحنة في ايديها والذكرات باللي البارح كانت عندها الحنة حسات بصداح فرزها وشدات على جبهتها اخر حاجة تذكرات هي فاش طلعت جي بالتليفون باش تتعصل بنجم الدين شافت في الغرفة مزيان هادي غرفته حيدات عليها الغطة وناضتك تقلب بان لها البالكون مفتوح يدت وجه ليه وكيف غرجات حطت ايدها على فمها فاش شافت المنظر اللي ارتحت قبة في وسط حديقة كلهم زينة بالورود ومن نوع المفضل عندها فاش جات اخر مرة ما كانتش بقات معجبة ايه متى التبنات والذينات حسات بايدين حوتو وخسرها عرفاتو غير من ريحتو حدق نوع لكتفها ونيفو حد شعرها قال صباح الحب فتاس مات وقالت صباح النوم نعتات لتحت وقالت ايه متى تقعد هاتشي قال هاد الأسبوع عجبك قالت زوين بزاه قبل رقبتها من الخلف وقال تستاهلي مكتر حسات بضغضغة في عنقها ودارت عنده وقالت اه بعضا شنو كندير انا هنا ايه متى جيت وعلاش ما كنتش كتجاوب على التليفون تشطنت عليك نجم الدين كيتأمل في وجهها وقامر حسات بالتوتر من نظرها وقالت علاش كتشوف فيها بحال هاكا اجاوب جرها عنده وعنقها بقوة وقال كون واقعا دليك شي حاجة كنت غادي الحماق قامر هتسمع لدقات قلبه المتسارها وقالت اردا نجم الدين قال هم؟ وهي تقول واش واقعا شي حاجة البارح حسيت بشعور خائر نجم الدين بعدها وقابلها معاه وقال ما وقع واله وان شاء الله ما غادي توقع ح flown البرح كنت مشغول بالنهار توحشتك وجيت نشوفك وانتي من العيان عسي ليفضه مبيل وجبتك معايا قالت قامر ناري جدا غدا تكون تخلعات عليها قال نجم الدين كل شي فراتهم باللي معايا تاسمات بخشل وقالت اليوم عرصنا قال واخيرا غتولي لي امرات ارضا قالت نجم الدين بغيت منك طلب قال امري وهي تقولي ممكن تعاود لي على خطيبتك اللولة من دي ما كنت متخوفة من هاد الموضوع عارفة باللي موضوع حساس عندك ولكن بغيت نعرف اشنو كتعني ليك دابا واش مجرد ذكرة ولا باقي كتكن ليها نفس الحب انا مغاداش نتقلق من داكشي لغا تقول فقط بغيت غير نعرف دووز ايدو على شعروقها ناهد كانت المرأة الوحيدة اللي حركات في ياشي حاجة وخلاتني نتعلق بيها معاها جربت احاسيس جديدة الحب والغيرة والخوف من الأفراق من اللي وول قلت هادي هي اللي غنزوج وغتكون أم ولاتي لقيت فيها قاعدة كشي اللي بغي حيث كانت مختلفة على باقي الفتيات ولكن شاءت الأقدار وماتت ظنيت أنه عمري غنشوف شي وحدة من غيرها خاصة واحدة مختلفة كل الاختلاف على المواصفات البنت اللي كنت كنبغي نهار شفتك أول مرة ما حسيت تجاهك بحت حاجة ومن بعد كان حقت وكرب متبادل عمرني تخيلت أني واحد نهار نبغي نهار تخطفتي وتبعتك وملي هربنا وطحنا في الماء طلعت لي يا سخانة وانتي حياتي حويجك وعن نقطين تمك تحركات شي حاجة وحت إدو على سطر وقال أرجع عندو نبضة جديدة يوم عن يوم إحساسي تجاهك كيكبر ولكن أنا كنت رافضه لأن عقلي مقدرش يستوعب نبغيك انتي ولكن أنا دابة ماشي غير كنبغيك متي وليتي كتعمني حط إيدها على قلبه وقال اسمك محفور هنا بوحد ضمه جهبي لأيدي وقال تكشع لاش حيدي قاحد الأفكار من راسك وكوني أكيدا هذا كان بضغير ليك وما يقدرش يعيش بعيد عليك نزلت دمعة من عينيها وقالت في هذا اللحظة ممكن نموت وأنا فرحانة نجم الدين زير على فكو وقال آخر مرات جبدي الموت على فموت قاما نخدات نفس عميقه وقالت ما خاصنيش نبكي عيني يا غادي تنفقه واليوم حرسنا غيقوله مذو جابيك بزز دووز يدو على لحيتو وقال أصلا كون ما وافقتيش كنت غنبزز عليك مالنا كنلعبو هنا قالت زعمانيت كون قلت ليك اللا كنتي غا تبقى تابعني حتى نوافق قال نجم الدين اللا وهي تقوله بدهشة ده يا غادي تستسلم قال ما غاديش نستسلم ولكن كنت نخليك توافقي بطريقتي قالت اللي هي وهو يقوله نهار تعارضي نفسي حاجة غنوريك كيفاش نقنعك وغمزها قالت وغير قول لي يا كيفاش اجمعشا فتيها بصباعو وقال اجمعي هذا ما تخليناش نفرجو بنادم في لعبنا قالت ها شارلي ها نجم الدين برسول تحت في الجردة الخدم شي غادي وشي جاي كيجهزو في الحديقة بالأتات رجعت شافت فيه وشافت عينيه على شفايفها وهي تضحك قال فطري وبدلي حويجك وهبدي لتحت كل شي كيسول عليك قالت شكون كيسول وهو يقول جداك صاحبتك والوحيدة كلهم لتحت وهي تقول اه اه و وهي تقول خاص نهبط عندهم ولكن حتى ندوش ما زال ما جبت حويجي جرها نجم الدين من ايدها ودخلها لدريسينج روم قال كل شي كاين هنا شروق جابت لك الشنطات ديالك كلهم وداز العرس في اجواء رائعة وغير سهلاو نجم الدين شد في ايد القمر ومشاول عند العائلة توادعوا معاهم وخرجوا لقاوا السيارة واجدة والخدم هبطوا لهم شنط والتاج هونيشان المطار مشاوي دوزوا شهر العسل في بوينسايرس بالارجنتين وبعد مرور شهر مروا الايام بسرعة بالنسبة لقمر ونجم الدين دوزوا فيها احلى ايامهم مع بعض علاقتهم زادت قوات وحبهم غير ما زاد كبير اكتشفوا جوانب اخرى في بعض قمر شافت الجانب الرومانسي في نجم الدين لكي يحاول يخلي البسمع لوجهها طول الوقت والجانب الحنم كي يهتم بأدق تفاصيلها من النهار عرف كتاخد دوال قلب ارجع كل يوم يذكرها به ويتأكد بالليخ ذاته عمرو علق على شي حاجة حتى من الطبخ عمرو قال ليها طيب عارفها ما كتعرفش وعمرها دخلاك الكوزينة وعمره عقب على الامر ولا قال ليها خسكي تتعلم وهيد شي خلى عندها رغبة انها تتعلم قرات من اللي رجعو تلتاحق بصف الطبخ ويتتعلم كيف ضاقت الطيابو بغا تحتاهي اياكل من ايديها وتفرحو واليوم جمعو حواجهم راجعين للمغرب بعد شهر من العسل اللي كان فيه نجم الدين في قمة السعادة جرب اسمى الاحاسيس مع المرأة اللي كيعشق وتعلق بها كتر رجعات لهو اللي كيتنفسه وما يقدرش يعيش من غيرها نزل الشانتات وحطهم في الكوفر طلع البيت والقى قمر واقفة كتشوف ارجاء الغرفة قرب عندها وعنقها من لور وهي تقول هاد الغرفة شهدات على احلى ايامنا قال ما زال غنعيشوا ايام حسن وبإذن الله يجي وحط ايدو على كرشها وقال شي بيبي يكمل فرحتنا دارت عنده وقالت بغيتي بيبي دابا قال اه بغيت منك شي بنيتا ولوليد يكملوا اسرتنا قالت ماشي باقي الحال وهو يقول علاش غادي نتسناو انتي مبغيتيش قالت لا ماشي هاكاك غير قلت على الاقل ليدو زعار وهو يقول انا مكرهتك دابا تكوني حالة ولكن الى مازال ما مستعدة نتسناو شافت جبهتو اللي تكمشات وقالت ما نتسناوش احتى انا بغيتو لي يدي شبهليك جرها بازها من فمها وقال كان نموت عليك غير رجعو المغرب ونخدموه على مشروع ولادنا كل نهار وهي تقول لا بزاف قال ما بزاف وعلو ما قلت ليك شا صبح وشي قامان خرجات في عينيها وقالت وشنوك انتي كتدير هاد الشهر اجمعلي هاشفيف هاب صباعو قال انتي لي كتجب ديني هابطول تحت وثورتنا جمدين الدار وطلعو لطوموبيل شي ساعتين وكانوا في المطار توجهو لجهات الطائرات الخاصة طلعوش دوبلايتهم وقلعات الطائرة متاجها للاراضي المغربية ودازت ربع شهور على رجوعهم من المغرب حياتهم غادة عادية وملئة بالرومانسية وتخطبات آيات الأمير وقامن حملات وهي بشهرها التالي ناجم الدين في اجتماع في مطعم مع شركات كل ساعة كيشوف ساعته ابطع ليه غير انتينوك وصابر على الأقل غير حتى يتحط الأكل جابوا الأكل وباشروا فيه نسح ناجم الدين في الموبيل منديل وقف وهو يقول نخليكم خاصة نمشي واحد من المستثمرين كيشوف موراه وقال بنتي انتي هنا مزيان باش نعرفكم على بعض منش حال وهي باغة تلاقات دار ناجم الدين وبويت سعق حس بالدنيا دارت به ما يمكنش هادشي اللي كيشوف أكيد كيتخايل انتق بين شفايفو وعيني خارجين فيها قال ناهد هو يقول له حمد سي ناجم الدين كنقدم لك بنتي آنيسة ناجم الدين كيشوف فيهو جبوباي نعفية صدمة قال آنيسة هو يقول حمد وي بنتي آنيسة لواريتها المجموعة مجاهد من اللي عرفات بلي نضمينا البعض في هذا المشروع وهي متحمسة تلاقبك هيكا آنيسة قالت وي باطل لي الشرف انقابل مستر ناجم الدين السم العلي ناجم الدين كان عاجز على الكلام ما يمكنش يكون شبه لهاد الدرجة نفس العينين ونفس الوجه ونفس الصوت غير الشعر اللي طويل عكس ناهد اللي كان شعرها قصح من هادشي صورة طبق الأصل على ناهد شافها مدات ليه ايدها وبقى كيشوف فيها شحال عاد سافحها قال حمد جلس كمّل عشاك باش تعارف انت وابنتي حيث غتكون بناتنا خدمة مطولة وان شاء الله شاركة في المستقبل وهي تقول آنيسة شارك وعليش الله احتصى ضاقة قالت هب كل تقة وقلسات من بعد ما جرلي هباها الكرسي الكل كان كيشوف ناجم الدين وهو واقف رجع قلس وغير كيشوف فيها أول مرة في حياته يتخربق وما بقاش عارف شن واقع هادشي اللي كيشوف ما يمكنش يتيقو العقل مستحيل ما تكونش هي نفسها ناهد اللي قال ساقدامه بعد ما جابوا لها طبقها الزادت فورشيت وكتاكل بكل رقين كأنها تزادت في وسط الطبقة البرجوازية احتمن طريقة لبسها والميكاب اللي دايرا مختلف من بعد ما لاحظ نجم الدين هاد التفاصيل بدك يقتنع باللي مستحيل تكون هي بعد ما تعشاو نادم غادرين المطعم كان نجم الدين سابق سمع خطوات بالكعب العالي جنبه دور وجهه ولقاها غادة معاه في نفس الخط أرجع شاف قدامه احتسمع صوتها اللي كلما رسمه كي يتخربق قالت ممكن نبقاو على تواصل دار عندها نجم الدين وقال بصفتنا آش وهي تقول زملاء أصدقاء اللي عجبك قال الخدمة بيني وبين بباك ماشي انتي واليوم هاد تلاقيتك أول مرة وقفوا دار عندها وقال ياك هادي أول مرة نتشوفو ولا أنا غالط بتسمات أنيسا وقالت أول مرة نشوفك مباشرة أما فايت لي ها شفتك من قبل في السوشيال ميديا راك غانية عن التحريف نجم الدين طول فيها شوفا وقال كانت عندك شي أخت توأم ضحكات وقالت ايش هاد السؤال الغريب وهو يقول ايدا ما عندكش قالت لا أنا الوحيدة اللي عند بابا قال مزيان شاف موراها ومأليها براسو وهو يقول حمد ام سياسة عيدة وشكرا على قبول الدعوة حل نجم الدين بابته موبيل وطلع دي ما روزات بقات أنيسا واقفة وكتشوف سيارته حتغبت وقفات جنبها سيارة الأب ديالها وهبت الزاج وقال غادة تمشي معايا وهي تقول لا غدا نرجع في سيارتي قال ما تتعطليش فرجوه على الدار وهي تقول بتدمر راح ماشي باقة صغيرة باش تحكم فيه وهو يقول حمد أنا غير خايف عليك دوك اللي كتتسكي معاهم أراك يعرفها رأي لي فيهم قالت بابا سافي ست هاد الموضوع وما عندك منهاش تخاف كتشوف في الطريق وقالت من هنا لقدام غادا واللي انت سكع معا لي باغي انطاق ورادع لي لاحت لي قبلة في الهواء ومشات طلعت في سيارتها وكسيرت متاج هالمكان اللي كتقضي فيه وقتها مع صحابها وقفات أمام ما الهالي دخلات ونضمات الشي اللي ديالها خدات مشروب ودارت رجل على رجل قد رشف من الكاس وعلى وجهها بتسامة صغيرة نجم الدينة رجع للدار وطلع البيت ديالي كتس حل الباب ودخل بانت لي قمر نعصة فوق الفودين مكمشا وراسها عوش لمشاهزها غادي بها النموسية وهي تفيق تمخشات فيه وقالت جيتي قال عناش نعصتي مع الدبا فوق الفودين قالت كنت كنت سنها وما بغيتش نتكى بش منعش وصدقت نعصها طغية كيتغمضولي يا عيني حطها فوق الناموسية وقال اعادي ارا غير مع الحمل قالت تعشيتي وهو يقول اه وهي تقول له معامل وقال مع صحاب المشروع الجديد دخلنا جمدين للتريسين وحيد حويجو وبقى بالشوط بوحدو خرج ودازل جيهتو ابقات قمر متبعه بعينيها وبتاسمات فشافتو جبدتوه ومددو لها هو وكاس ديالهما وهو يقول لها باينا فيك ما زالة مشربتين قالت ولفت مشربوه من عندك وهو يقول ويلة ما كنتش انا خاسكيت ولفت شربيه الراسك قالت الى ما كنتش انت ما غاداش مشربوه خنزر فيها وهي تقول غير كانت حك ولكن ارى واللفت تعطيه لي يده انت اللي خسرتي ليه الطبيعة واتحمل غاد بقى تعطيه لي يحتى نموت زياء على فكو قال قمر كان قول ليك ما تبقى يش تبدي نموت على فمك وهي تقول له واخا اسمح لي دازو ايام ونجم الدين ولا كيتلقى رسائل من انيسة عمرو جاوب عليها وحاول ما امكان ما يتلقاهاش رغم كل محاولاتها واليوم قالت في المكتب ديانه احتى دخلات عنده السكرتيرا قالت له موسيو الانيسة مجاهد كتسنة في الخارج قال نجم الدين خليها تدور خرجت السكرتيرا وبعد شوية تحل الباب ودخلت انيسة داخلها بابتسامة على وجهها قربات ومدات نجم الدين ايدها سلم عليها وقال لها تقلص وهو يقول شنو سبب هده السيارة قالت حال سبح الليلة ما حاملش تشوفني ما وصلوكش ميساجات قال وصلو قالت ممكن نعرف علاش ما كتجوبنيش قال فخبارك انا مزوج قالت اه عارفة هو يقول مني عارفة مزوج علاش كتقلبي قالت قالت بغيت نهدر معاك في واحد الموضوع مهم هاد شي علاش بغيت نتلاقعك قال وشنو هو هاد الموضوع قالت ممكن نمشي والشي بلاس اخرى ممرتاحاش نهدر هنا ابقاك يشوف فيها مطولا وهو يوقف قال يالله نمشي والشي قافي قالت شكرا بزا حيت مستاعد تسمع لنا سبقنا جمدين خارج وانيسة تابعاه من الور هبطوا لتحت وكل واحد طلع في صيارته وصلوا المقهى ما بعيدش بزايا على الشريكة هبطنا جمدين ووقفت سناها حتى وصلت عليه ودخلوا طلعوا للطابق التاني فلاتي خاص وشدوتها بلا قلز نجم الدين وقلسات مقابلة معاه وجاء السيرفر واخدى طلبهم وهو يقول نجم الدين شنو الموضوع اللي باغت هادري معايا فيه قالت حيدات نظاراتها وشافت فيه وعينيها عامرين دموع وقالت في الحقيقة انا اخت ناهد التوقف نجم الدين خرج عينيه فيها وقال شنو وهي تقول انيسة اه انا وناهد خطيبتك اللي مادت توأم نجم الدين قال كيفاش توأم واش كنت تفلي عليها قالت انا غدا نعود لي كل شي كنت غدا نقول هاليك فاستو ولتيني ولكن كان بابا وما قدرت نقول والو لان بابا ما كانش عارف باللي عنده بنت من غيري وعايشة مع ماما وحتى انا ما كانش عارفة حتى المؤخرا قبل ما تموت ختيبي مدة قليلة كاتمسح في دموحا وقالت اشهر قبل ما تموت ناهد تلاقينا فاش عرفت باللي عندي اخت توأم درت كل ما في جهدي باش نطلاقها كان هادك اسعد يوم في حياتي فاش جمعت بها من جديد ولكن الفرحة ما دامتش نجم الدين مشوكي وقال سومية هي ماماك وهي تقول له انيسة اه ماما اللي تحرمت منها سنوات ولحد الساعة ما قادراش نمشي عندها ولا نحضنها ونحس بحانين الام اللي افتقدته في طفولتي نجم الدين قال علاش متقدرش تشوفيها قالت انيسة قصة طويلة وما بغيتش ناخد من وقتك كتر من هكا وقفات وقالت اسمح لي برزدتك بشي حاجة بعيدة عليك شدها من ايدها بعصبية وقال قلسي وعاودي ليا كل شي ماشي خربقتي لي يا راسي وبغيت مشي عاودي ليا كل شي واشنو قضية انتي وناهي التوأم قلسيت انيسة وبدت كتعاود وقالت كنت عايشة مع بابا بدون ام فين من تقولوا عليها كيقول لي يا مشات وخلاتك كرهت ماما حي تخلات عليها ولكن مع مرور السنوات تمنيت انني نقابلها ولا نشوفها ولولي مرة ما همنيش انها تخلات عليها وقبلت لتسنين هادي كانت جدها مامات بابا واللي كانت في مقام الام ديالي وهي اللي كبراتني كانت على فراش الموت وبابا كان مسافر كنت جالسة عند راسها وكان بي حتى شدات في ايدي وطلقات لي قول نبولة خلاتني مصمرة قالت لي قلبي على ماماك واختك التوأم انا مقدرتش نستوعب الصدمة وهي كتعاود لي باللي ماما هربات من بابا لانهو كان كيخونها ويدربها هي بنت ناس ما في حالهمش وما كانش اللي يوقف بجنبها وياخد لها حقها ووقت ما طلبات منه الطلاق كان كيسلخها احتكت وصل السبيطار ومنلي كانت حاملة بينا قررت تهرب وفشلات اضربها مرة اخرى وولدات قبل الوقت انهار ولدات السبيطار كانت كلها كذامات وحالتها طلبات من طبيبة تعاونها تهرب هي وبنتها وعطفات عليها وحاولت تساعدها ولكن حصلتها جدا ماما كانت هازة ناهد بين ايديها والطبيبة كانت هازة نيانا خداتني من عندها جدا وحاولت تمنعها ديك الساعة ماما طاحت عند رجليها قطلب فيها جدا حنات فيها وشبقات عليها قيلت ليها ممكن تمشي ولكن لابناتي بقاوم عباهم او لا وحدة فيهم لانه اكيد غايقلب الدنيا عليهم بعد ما ترجاتها ماما تخليها تاخدنا جدا كانت مطرة وماما ما كانش عندها خيار أخو ومستحيل تبقى سمحات في وحدة فينا وخدات وحدة وقالوا البابا باللي وحدة فقط اللي عاجت كان مصدوم من موت وحدة في بناته ومن هروب ماما قلب عليها لسنوات ولكن بدون جدوة فاش عودات لي جدا لمتها في الليل ولكن عطرتها لانه ما داشت عليها قليل وبابا كان معيش في الجحيم بعد موت جداتي بديت كنقلب عليها أشهر وأنا كنحاول نلقى ولو غير خيطي وصلني لها احتفقدت الأهمال وكلت متحذي خاص وعاودت ليه كل شي وهو قلب طريقته وركز البحث دياله على أختي ماشي ماما وفعلا قداري لقاها نهار جاب لي صورها وهي خارجة من المعهد بكيت من الفرحة أبقيت مدة وأنا كان راقت فيها من بعيد احتد شجعت ومشيت عندها كانت أكبر صدمة لها فاش شافتني واقفة قدامها من ليه هدرت معاها وعرفتها على راسي شكون مشات كتجري وخلات لي عرفت باللي كانت عايب عليها تتوعب كل شي دقة وحدة النهار لآخر رجعت عندها وهدرنا وقدرت نعنق أختي اللي تحرمت منها حياتي كلها وهزيت راسها بنجم التين وقالت عاودت ليها قاعدة كشي اللي عرفت وعلاش ماما هربات وداتها معها كانت مصدومة حيت كبرات على فكرة أن أبوها مات كيف قالت لها ماما كان شعورها متناقض وبدل ما نحاسبوهم كنا فرحانين حيتش محش منا بقيت أنا وياها كانت لقوا بالزعب ونقضيوا وقت مع بعض وعودت لي عليك وش حال كانت كتبغيك وباللي قريب تزوجه فرحت لها بالزعب وتمنيت متعرف عليك ولكن قبل كان خاصني نكون مستاعدة نطلقها بالأم ديالي كنت كل مرة نأجل بحجة ما مستعداش ولكن في الداخل ديالي كنت خايفة بالزعب أنها ترفضني وتقول لي يا رجعي عند باك بقيت كنشوف غير ناها حتى وقعات الفاجعة اللي هزتني فاش عرفت بموتها ادخلت في حالة صدمة بكيت ونهاري بابا ما عرفش شنو بيا وأنا مقدرتش نقول ليه كتمت كل شي في قلبي وتألمت في صمت صافرت خارج البلاد كنت باغا غير نباعد على كل شي وهو يقول نجم التين علاش ناهد ما قالت ليه وعلو عليك قالت أنيسة كنظن ما كانتش مستعدة تحاوتليك عليها كانت صدمة كبيرة لها فاش عرفات الحقيقة وكنظن كانت غادة تعاوتليك كل شي فاش تزوجه احتى وقع اللي وقع نجم الدين دوز يديها لوجهه قال باك لحد الساعة ما عارفش فين كينا سمية قالت أنيسة لا ما عارفش وما بغيتوش يحرف نهائيا هو يقول نجم الدين حاولت تلاقي بها قالت بغيت ولكن باقى مترده وخايفة بالسعب نجم الدين قال قد تبقى بنتها وأكيد غدا تكون باغا تشوفك وحتى هي خايفة من رد فعلك أنيسة دموحاد عايزين وهي تقول رغم كل شي اللي وقع باغا نشوفها ونحس بحضنها اللي تحرمت منه وقعها تسنين وهو يقول نجم الدين إلا بغيت تشوفيها من اليوم نديك عندها قالت أنيسة أنا غير بغيتك تعرف الحقيقة وشكون أنا بالضبط ما بغاش ندخلك في مشاكلي ونبرصتك قال سومية في متابة الأم ديالي من بعد موت ناهد كل واحد فينا تجنب يشوف الأخر وعاضرها لأنها من اليك تشوفني غدا تذكر بنتها ونفس الشي كان واقع لي ولكن القضية دبت بالثلاث وأنا متأكد غدا تكون مضرورة من جهتك خاصة فش فقدات ناهد من بعد ما فقداتك ولكن أنت حيا دابة وعارفة باللي عندك أم وعارفة قصتها وماش تخلات عليك بخاطرها دكش علاش فكري مزيان ونهار تكوني مستعدة تقابليها أنا غادي نوقف معاك ونديك عندها قالت أنيسة ناهد كان عندها الحق في كل كلمة قالت عليك أمنيتي الوحيدة هو نشوف مهما ونبدأه من جديد شكرا بالزاف حي تبغيت عوني وتوقف جنبي قال ناجم الدين ناهد عندها معزة خاصة عندي أمري غنسها وسمية في متابة الأم دياني وبغيت ترجع لها الفرحة دكش علاش حاولي تشوفيها في أسرع وقت ممكن وهي تقول أنيسة كانت سنة غير بابا يصافر ونمشي عندها قال ناجم الدين باك عاجلا أم آجلا غادي أحرم قالت لا أنا ما بغيتوش يحرم خفتوي أدي مهما هو يقول ناجم الدين ما كيناش السيبة باش يوصلها هو عندو دنب في اللي وقع قالت ما عرفتش كيفاش نشكرك كلامك فرحني بساف هو يقول وخمزان ما مستوعب هادشي اللي سبات ولكن مزيان من اللي تلاقينا أنيسة بتزمات وهي تقول لي قرارين عود لي كل شي كان في محنه وبقى وقالسين مجمعين وأنيسة عودات ليه كتر على حياتها مهباها وهي باغت طير من الفرحة في اللول ما كانش باغي جاوب حتى على رسائلها ودابها هو قارس معه وكي اسمع لها حسات باللي قربات خطوة لها دافها اللي مصر رح تتوصل ليه غادروا للمقهى ورجع نجم الدين للشريقة ما كانش مركز في الخدمة ومعظم الوقت كيفكر في هادشي اللي عرفه جات وآنيسة تبقى الأصل على ناهك وشحان من حاجك يتشابه فيها ماشي غير في الشكل وبعد يوم ما طغيل أرجع للدار طلع للبيت وحل الباب ودخل ما بانتش ليه قمر وهو يهز التليفون بغيتتصل بيها لقى عدة اتصالات منها قال فينك وهي تقوله أنا عند الميمة قال وعلاش ما قلتيش ليا غادة عندها قالت شوف التليفون ديالك شحان من مرس ونتعليك علاش ما كتجاوبش قال كنت مشغول نجي ليك قالت لا بغيت نبات وجاء يوم جديد فاق نجم الدين بكري دا الروتين والصباحي وتوجه للشريقة ناوي كيف يكمل خدمة يدود حلقه ما ريجيبها ما بقيش غيخليها تبات في شي بلاسة مرفرة طلع المكتب دياله ودوز منها كله بين الملفات وصلت ديك السبعة ديال لعشية وهوينوت البزت جاكت دياله وهبط خارج من الشركة وهي تبان ليها أهنيسة واقفة لابسة فوستان قريب سميتات رقاق حد الرقبة معز برديلة بيضاء وهزها ساكك حي بصمتة طويلة طالقه شعرها الطويل ودائرة ميكاوب خفيف استغرب نجم الدين مما جيئها الهناء وقرب عندها كيف شافتو هي تبتازم ممدات ليه إيدها قالت السالها صافحها نجم الدين وقال شنو كتديري هنا قالت جيت نشوفك تاصلت بيك وملي ما جاوبتش عرفت باللي مشغول وقلت نتسلناك في الخارج كانت مننا ما نكونش زعجتك قال شنو قررت قالت بغيت نشوف ماما ضاع منا بزاف ديال الوقت ما كين لاش نتسلنا كتر قال باغا تشوفي هاليوم وهي تقوله اها يلاك انتي مسالي وبغيت نمشي عندها دابا شاف الساعة وقال اوكي يلا هنمشي قالت ما جبت الطموبيل ديالي جابني غير الشيفور وصيفتو وصيفتو باش ما يعرفش بابا ممكن نركب معاك حل الباب وقال طلعي شكراتو وركبات ودار نجم الدين حتى هو ركب دي مارضتو موبيل وتوجه المنزل اللي كانت ساكنة فيه هنا هاي واللي عايشة فيه لأم ديالها سومية نجم الدين كتبوا ليها في اسمها بدون علمها وكلها شهر كي سيفط لها المصروف كانت آخر مرة زارها هي فاش عرف باللي خرجات تخدم في الديور مشا عندها وخاسم عليها بالمعقول وأكد عليها إلا عودات خرجات تخدم أو بغا تغادر الدار غادي تقلق منها وما يبقاش يحسبها في مقام الأم دياله ودازت مدة طويلة على زيارته لها ولكن مصع لها ناس اللي يتمأنع لها وقفتو موبيل قدام الدار وخرج وخرجات أنيسة وبغا تكتشوف في الحي اللي كان عادي بان لها نجم الدين متاجه الموبل صغيرة تبعاتو وطلعوا للطابق التاني ووقف قدام باب البرتماء ودق وبعد لحظات اتحل الباب سومية شافتو بسرعة دمع عينيها قرب عندها حضرها وباز على رأسها بحد وشاف مورها وهزات عينيها شافتها واقفة وراه سومية حسات بتدوخة وتبدل في وجهها اللون رجليها خواه بيها كون ما نجم الدين اللي شد فيها قالت بنتي ناهد طلقات من نجم الدين ومشات عدها عنقاتها وهي ما مطيقاش عينيها كتبوس فيها وتعاود وتشد فريحتها وعلى فمها غير بنتي ناهد ارجحتي لي جرهم نجم الدين دخلوا لداخل شداتها من وجهها كتتأمل فيها ودموحها غادي وهي تقول بنتي بقى عيشا قالت انيسا وهي كتبتي ماما انا ماشي ناهد سومية بدهشة قالت كيف هاش وهي تقول انيسا ماما انا ماشي ناهد انا انيسا بنتك الاخرى سومية توسعوا عينيها من الصدمة وقالت انيسا انا بنتك الاخرى اللي بقعت مع احمد مجاهد راجلك اللي هربتي منه سومية كلها كترجف وقالت ابنتي اللي ما شفتها من نهار تزادت انتي هي انيسا كتحرك رازها بقاه سومية خرجاتها معنقاها بقوة وقالت ابنتي سمحي لي تخليت عليك ولكن ماشي الخاطري سمحي لي تخليت عليك ولكن ماشي الخاطري كتقوز فيها وكتعيت لها بنتي حبيبتي الدقائق وهم معانقين حتى كتطلقها سومية وكترجعت عالنقاها كانت فرحة كبيرة كل هاد السنوات وعمار داز انتهار على سومية بدون ما تذكر بنتها وجود ناهد هو اللي كان مصبرها كانت عارفة غلطات في حق التوأم لانها بعداتهم على بعدياتهم ولكن ما قدراتش تزيد تعيش في ذاك الجحيم اللي كانت فيها زوجة حنيف واحتوهية حاملة ما سلماتش من الضربة ياه وجودها في المستشفى كان الفرصة الوحيدة لها باش تهرب كانت باغت تاخد معها بناتها بجوج ولكن ما قدراتش ولو بعدات على وحدة فيهم إلا وعمرها نساتها شحان من مرة حاولت تصارح ناهد بالحقيقة ولكن خافت تخليها وتمشي عند الابديالها وتسمح فيها وبقيت كان تمثر عندها وها هي اليوم بنتها اللي فقداتش حال هادا رجعت لها وخان اخرى عمرها غدا ترجح كانت لحظة تفرح وحزن السمية اللي خفف عليها شوية هو أنهم تلاقاوا قبل ما تموت ناهد عودت لها أنيثة على لقاءها بخطها والوقت اللي قداه مع بعض فرحات اللي ناهدت عرفات على قطها التوأم قبل ما تموت نجم الدين كان جالس قابل معهم وكيشوف فيهم فرح لي رجعت البسمة لوجه ثمية ورجعت ليها بنتها هزايت أنيثة عينيها فيه وبتسمات الفرحة بحالي لك تشكره وهو بدوره وماليها برازه بعد ما حيدوه لو شوية ديال الوحش من بعضهم ناضت سمية عند نجم الدين وشكرات وبنتينان على كل شيء قالت أنت الابن اللي مولدتش خيرك عمرني نساه وقفتي جنب ببنتي اللغر حمها واحتى من اللي ماتت ما قصرتيش واليوم رجعت لي يا بنتي أخرى وخن شقرك حتى النهار موت ما غاداش نوفيك حقا نجم الدين وقف وقال هاد الهضرة ما نبقاش نسمحها انتي عارفة مكانتك عندي وعادر تاحيت من اللي شفت البسمة في وجهك وبنتك رجعت ليك سمية عنقاته وقالت الله يرضع ليك هولدي ويخلي ليك والديك ومعزع ليك قال آمين نخليكم خاصني نمشي وهي تقول له سمية اجلس تعشى معانا نجم الدين قال غير بالصحة مرة أخرى ان شاء الله أصرات سمية وقالت له شحال ها هدا ما تجمعنا اجلس متعشاو مجموعين متوحشتيش لأكل ديال خالتك سمية وهي تقول له انيسا باغي تخسر الماما خاطرها بعد اسهرهم ارجع نجم الدين قلس فرحات انيسا وحجبها الجو وهوما مجموعين بتلهدها اسهات اللحظة كتسترجع شي دكريات شافت في نجم الدين واسهات فيه ابتسانتو المرسومة على شفايفو خلات قلبها كيدرب بالجهد شكرا